السلام عليكم متابعي قناة اتشيدي فيلم الكرام للحنين فصل مدلل هو الشتاء وبيبدأ فيلمنا النهاردة مع رجل خمسيني اسمه هاريس وهو في المطار جاي من امريكا ونازل على فندق في مدينة توقيو اليابانية وبيستقبلو في الفندق وبيجبولو هدايا وبيرحبو بوجودو وبيبقى واضح انو شخصية عامة وبعدها بيفتح رسالة ورقية جايالو من زيق توليديا وبتكون كتبالو فيها انو نسي عيد ميلاد ابنهم ادم وبتأمل ان الولد ما يزعلش منه ويتفهم الموقف وبتتمنالو رحلة سعيدة ولما بينزل يقعد في قاعة الفندق بيلاقي الناس عرفاء وبيتكلموا عن اعماله وبيتضح انو فنم مشهور وبيفضلوا يسألوه عن بعض المشاهد اللي مسلها وعجبتهم وبيسألوه هو جاي هنا ليه فبيقولوهم انو جاي في شغل ولما بيطلع غرفته علشان ينام بيلاقي عنده حالة من الارق وفي غرفة تانية من نفس الفندق بنشوف شارلوت قاعدة وحس بالملل ولما بتحاول تنم بتقدرش وبتحس بالارق وبيكون زوجها جون نايم بعمق ولما بيصحى على تليفون بتكون هي لسه على حالها مفارقها النوم فبيقوم جون بيلبس بسرعة وبينزل على شغله اما هارس فبيروح يصور اعلان لمشروب شهير وبنعرف انو جاي توقيو مخصوص علشان تصوير الاعلان ولما مامة شارلوت بتتصل تطمن عليها بتحاول تداري حزنها وبتقول لها انها بخير وبعد ما بتقفل معاها بتفضل تعيط وبتقوم بعدها تعلق مصباح على هيئة ورود في السقف ولما بتيجي تنزل بتتخبط في رجليها وبتتقلم وبعدها بيرجع زوجها وبيفضل يحكي لها عن شغله وما بيهتمش يسألها عن تفاصيل يومها وبتنزل شارلوت تتمشل وحدها في شوارع توكيو بعد ما استنت زوجها ينزل يخرج معاها ولقيته مش فاضي طول الوقت اما هارس فبيجيله عرض بانه يحضر في برنامج تليفزيوني مع مزيع مشهور وبيقولهم انه هيفكر ويرد عليهم وبينزل بعدها يكمل تصوير الاعلان وبيرجع يحضر صهرة ليلية بينظمها الفندق كل يوم وبتكون شارلوت قاعدة في نفس المكان بتحضر الصهرة وبنلاحظ ان هارس قاعد لوحده وهو الوحيد في النزلاء اللي شكله امريكي زيها فبتبعت له مشروب على حسابها مع الجرسون وبيشكرها وهو قاعد في مكانه الصبح بيدخل صالة الالعاب الرياضية ينشط جسمه وبيلعب على جهاز رياضي اما جنفة بياخد شارلوت وبيخرجه وبيقابل نجمة سينمائية امريكية اسمها كيلي نزلة في الفندق وجاية تعمل دعاية الفيلمها الجديد وبيسلمه على بعض بترحاب لانهم كانوا يعرفوا بعض وبتطلب منه يجي يصورها لانه شغال مصور فوتوغرافي وبيوعدها انه هيتقابل معها وقت تاني لانه هيخرج مع زوجته ولما بيجي يمشي بتوقفه سيدة تانية كان يعرفها وعايزة تتصور فبيسيب شارلوت وبيروح معاها فبترجع شارلوت غرفتها وهي محبطة وبتحاول تفصل من حالتها وبتسمع عن طريق السماعات كتاب صوتي عن تحديد اهداف في الحياة وبعدها بتنزل تتجول في الفندق وبتشوف النجمة السينمائية اللي وقفت تتكلم مع زوجها وبتلاقيهم عاملين معاها لقاء صحفي ومهتمين بوجودها وفنها بشكل كبير وبالليل شارلوت بتلاقي زوجها نايم فبتفضل تقلب في قنوات التليفزيون ومش بتلاقي حاجة عجبها فبتنزل في استراحة الفندق وبتلاقي هارس قاعد برغم ان دا معاد نوم نزلاء الفندق فبتتجرق وبتروح تقعد جنبه وبتفتح معاه حوار وبتسأله هو بيعمل ايه هنا فبيقول لها انه جاي السببين الاول هو استراحة من حياته الزوجية وجاي بياخد هدنة من زوجته وبيهرب من عيد ميلاد ابنه والحاجة التانية انه يحصل على 2 مليون دولار في اعلان المشروب اللي جاي يعمله وبيسألها نفس السؤال فبتقوله ان زوجها شغال مصور فوتوغرافي وبيشتغل هنا في توكيو وانها مش بتشتغل لكنها بتقابل اصدقاء لها عايشين هنا وبيعرف هارس من كلامه معاها انها متجوزة بقالها سنتين فبيقول لها انه متجوز من 25 سنة فبتفكر معاه بصوت عالي يمكن تقدر تساعده في حل مشكلته وبتقوله ان وارد يكون بيعاني من ازمة منتصف العمر وهنا بيسألها هي بتعمل ايه في الوقت الحالي فبتقوله انها متخرجة من جامع تيل بقالها سنة ودراستها كانت في الفلسفة فبيتوقع عليها انها اكيد بتعرف تتخطى مشاكلها اللي بتواجهها فبتبتسم وبتأكد له انها بتحاول وبتحكيله انها بتعاني من الارق دايما فبتتفاجئ انه بيقول لها انه هو كمان بيعاني من الارق وما بيقدرش ينام كويس ولما بيطلع النهار هارس بيقضي وقته في المسبح الخاص بالفندق وشارلوت كعادتها بتنزل تتنزه لوحدها وبتتفرج على الشباب اليابانيين وهم بيتسلوا وبيقضوا عطلتهم ولما بترجع بيجي جون زوجها يقول لها انه هيصهر اليوم في الفندق مع كيلي الفنانة المشهورة اللي نزل معاهم في نفس الفندق لانها هتكلمه عن الصور اللي عايزة يصورها لها فبتعرض عليه انها تنزل تقعد معاهم فبيوافق ولما بتنزل بتوضل الفنانة كيلي تتكلم عن نفسها وزوجها بيكون سعيد بحكاياتها وبتلاقي القاعدة مملة ووقتها بتلاقي هارس قاعد لوحده على الترابيز اللي اقصدها فبتنسحب من القاعدة وبتروح تكلمه وبتسأله عن احواله فبيقول لها انه يتمنى حالا يمشي من الفندق كله فبتأكد له انها تتمنى تروح معاه لكنهم مش بيعملوا كده وبتسلم عليه وبتطلع قرفتها وبعدها بيطلع زوجها وبتلاقيه بيلم شنطة فيها اغراضه وبيقول لها انه هيتأخر عليها كام يوم لانه هيصور في مكان بعيد عن هنا والصبح شارلوت بتقعد في البلكونة تتأمل في جمال المدينة ولما بتخرج في طرقة الفندق بتلاقي هارس فبتقوله انها هتخرج ويتقابل اصدقائها وبتعرض عليه يروح معاها فبيوافق وبعد شوية بيروح يلبس ملابس شبابية يصغر فيها من سنه ولما بتشوفه بتضحك وبتأكد له انه اكيد زي ما هي قالت فأزمة منتصف العمر فبيقلع التشيرته وبيلبسه على الناحية التانية بيعترف لها انها شابة لسه صغيرة وفيها حيوية ومن اللحظة لي بتنسك شارلوت ورى مشاعرها وبتنسى انها متجوزة حتى وان كان زوجها مشغول عنها وبيروحوا يصهروا في الكافي مع الاصدقاء وبعد شوية بتقوم هناك خناقة وبيحصل فيها تبادل لاطلاق النار فبيهربوا من الكافي وبيركبوا تاكسي يوصلهم بسرعة لمكان تاني وبيتقابلوا فيه مع كاست مصورين الاعلان اللي هارس بيصوره وبيقضوا صهرتهم معاهم وبيقف هارس يغني ولما شارلوت بتلاقيه مندمج بتقوم تغني زيه وبعد ما بيغيروا جوه وبيطبسته بيرجعوا في تاكسي وفي الطريق بينام هارس فبتفرح شارلوت انه نام بعد الارق اللي كان بيعاني منه ولما بيقلق بيلاقي شارلوت هي كمان راحت في النوم فبيشيلها لحد غرفتها وبينيمها في سررها وبيرجع هارس على غرفته وبيتصل بزوجته يتطمن عليها وعلى بنته زوي وابنهم آدم الصغير وبتلاحظ زوجته من صوته انه سعيد والتاني يوم بيروح يلعب جولفه وبيرجع على الفندق يقعد مع شارلوت وبيقول لها ان عظامه فيها ألم فبتقوله ان هي كمان بتحس بألم في رجليها من فترة ولما بيجي شوف رجليها بيلاقيها متورمة فبيصمم ياخدها للمستشفى وهناك الدكتور بيعمل لها إشاعة مقطعية وبيتضح ان صبعها الصغير في تمزق وبيعالجه لها الدكتور ولما بترجع لهارس بيكون جايب لها دبدوب هدية فبتاخده وبتفرح به وبيرجعوا على الفندق وبتطلع شارلوت ورفتها وساعتها بتطلع صورها هي وجنزجها وبتتفرج عليها وهي بتتأمل طبيعة علاقتهم الغريبة والتاني يوم شارلوت بتبعت رسالة صوتية لهارس بتقوله فيها انها هتقابلت شارلي وباي أصدقائها في نادي البرتقال وبتعرض عليه ييجي قابلهم وبيروح هارس على المعاد ولما بيقابلها هناك بياخدها برا النادي علشان يشتروا مشروب وبيلاقوا الاعلام بتاعه شغال على شاشة كبيرة في الشارع فبيحس بالنشوة والسعادة هو وشارلوت ولما بيخلصوا صهرتهم بيرجعوا هما الاتنين على الفندق ولما بتيجي تنام بتكون مش عارفة فبتقوم تفتح التلفزيون وساعتها بتلاقي جواب بيقول لها من تحت الباب فبتاخدوا وبتقروا وبتلاقيه من هارس وبيقول لها انه مش عارف ينام وبيقترح عليها انهم يقعدوا مع بعض فبتوافق وبيقعدوا يتفرجوا على التلفزيون وبيدردشوا مع بعض وبتقولوا انها عايزة تعمل حاجة في حياتها تلاقي نفسها فيها وبتحكيلوا انها جربت الكتابة لكنها بعد ما بتقرأ اللي كتبته مش بتحبه لان كتاباتها كلها بتميل للنقد فبينصحها تجرب تاني في الكتابة وتشوف لحد ما تلاقي شغافها في عمل بتحبه وبتتجرأ شارلوت وبتسأله هل الزواج بيكون اسهل مع مرور الوقت فبيقول لها تجربته عن الزواج وهو انه في اول زواجه كان سعيد وليديا زوجته كانت بتروح معاه في شغله وقت التصوير وكانوا مبسوطين جدا مع بعض وفي روح من الدعابة بينهم وبعد ما خلفوا اطفال بقت ليديا تعتني بالاولاد واهملته وان اللي كان بيتمنى ان يعيشوا ما بقاش متحقق وبيكمل لها ان الحياة بتكون اكتر تعقيدا موجود الاطفال من بداية ما بيتعلموا المشي والكلام وبيرجع تاني يعترف لها انهم اجمل واروع شيء في حياتهم وبعدها بيسأل شارلوت هي منين فبتقوله انها تولدت في نيويورك وبعد كده انتقلت للوس انجلوس مع جون لما تجوزه وبتحكيله ان جون بيعملها على انها متكبرة فبيأكد لها ان علاقتها بزوجها غير ميقوس منها وانها ممكن تتصلح وبيفضلوا يدردشوا لحد ما بيناموا هما الاتنين والصبح بتنزل شارلوت تتمشى في شوارع توكيو وبتشوف عروسين فبتفضل تتأملهم وبعدها بتعلق ورقة فيها احلامها على شجرة كل الناس بتعلق عليها امنيتها اما هارس بعد ما بيحلق بيجيله اتصال من الفندق بانه يجي ستيلن فاكس جايله ولما بيقرأ بينزل يعمل اتصال لصاحب الفاكس وبيقوله انه موافق يظهر في البرنامج التلفزيوني وبيروح على موقع تصوير البرنامج وبيلاقيه برنامج ومزيع هابط لكنه بياخد الفلوس لانه كان محتاج ليها ولما بيرجع وبيدخل ياخد شاور بتتصل عليه ليديا زوجته وبتطمن عليه وبتقوله ان الاولاب بيسألوا عنه كتير لكنهم يتعودوا على غيابه وبيبقى واضح ان الكلام ما اصرش عليه وبالليل بيقعد يتفرج في التلفزيون على البرنامج الكوميدي الهابط اللي صوره وبيكون مش راضي فيه عن نفسه ولما بينزل لاستراحة الفندق بتيجي مغنية تقعد جنبه وبعدها هارس بيقوم من النوم وبيلاقي المغنية دي في غرفته فبيفهم انه شرب الكحوله ومش فاكر ايه اللي حصل بعدها ولحظتها بتخبط عليه شارلوت علشان تقوله انها هتنزل تصهر مع اصحابها وبتقوله ييجي معاها وبتلاحظ انه بيحاول يخليها ما تدخلش فبتتدايق وبيطلب هارس من المغنية انها تمشي وبينزل لشارلوت وهو في الشارع بتتصل عليه ليديا زوجته وبتقوله ان حفلة البليل اللي هتشارك فيها زوي بنته هتكون يوم الحد فبيوعدها انه مش هينسى المعاد وهيرجع علشان يحضرها وبعدها بيوصل لشارلوت وبتتكلم معاه عن زوجته انها قريبة من سنه في الخمسينيات زيه وفي بينهم اهتمامات مشتركة وبعد ما بيمشوا من الكافيب تسأله هيسافر امتى فبيقول لها انه هيسافر بكرة وهنا بتتمدى شارلوت في مشاعرها للشخص الخطأ وبتقوله انها هتفتقده وبالليلوقت الصهرة الليلية اللي بتتعمل في الفندق بيقعدوا مع بعض وفي اللحظة دي بيبص هارس لشارلوت نظرة بتوصل لها معاني كتيرة وبعدها بيعترف لها انه مش عايز يمشي من المكان فبتبتسم شارلوت وبتقوله يخليه معاها ويكونوا مع بعض فرقة للجاز وبعد كده بيودعوا بعض وبيدخل كل واحد فيهم غرفته والصبح بتيجي رسالة من جون لشارلوت بيقول لها فيها انه هيجي بالليل لانه مفتقدها وبينزل هارس يسلم على مشرف الاستقبال وباقي العاملين في الفندق وبيبدوا سعادتهم به وبيتمنولوا رحلة موفقة وبيروح هارس يتصل على شارلوت وبيسيب لها رسالة صوتية بيقول لها انه هيمشي دلوقتي وان المعطف بتاعه اللي معاها تسيبه ذكرى تفتكره به وبعد شوية بيلاقي شارلوت قدامه كانت راجعة من بره فبيودعه بعض وبعدها بتيجي مجموعة تتصور معاه بما انه من المشاهير لكنه بيكون مشغول بفراء شارلوت وبيفضل يبص عليها لحد ما بتركب الأسانسير وبيتقفل عليها وبيمشي هارس وبيروح يركب العربية اللي هتوصله للمطار وبيلمح من وسط الناس اللي مشي في الشارع شارلوت من ظهرها فبيوقف العربية وبيطلب منه يستناه وبينزل يمشي لحد ما بيوصل لها وبيهمس وبيقول لها بعض الكلمات في ودنها وبيودعها الوداعي الأخير وساعتها شارلوت بتابكي لانها ما كانتش تتمنى ان هارس يكون فترة صغيرة من حياتها وعدت لانها لقت نفسها معاه ورجعت ترتب أفكارها من جديد بعد ما تكلمت وحكت كتير معاه وهارس كمان بيفضل ماشي بظهره بيودعها فيها بتمثل لي شيء كبير ولما التاكسي بيمشي بيه بيفضل يتأمل شوارع توكيو اللي سابت أثر جواه وذكريات حلوة ما تتنسيش لكن في النهاية بيرجع للواقع وهو إنه متجاوز وعنده أطفال وبكده بينتهي فيلمنا النهاردة ما تنساش تدعمنا بلايك وتكتب لنا رأيك في كومنت علشان توصلك كل ملخصات HD فيلم